سؤال انا سألتك سؤال دلوقتي ديتك عرضين عرض من الاهلي وعرض من الزمالك لتدريب احدهم وقلتلي ايه انا مش هقول ليه دوت او دوت عشان محدش يزعل ايه الزاد لما منتخب مصر الناس تتحدث عن مدرب مساعد لفيتوريا واسم حسن مصطفى مايتحطش هو لعب كبير في الاهلي لعب كبير في نادي الزمالك لعب كبير مع منتخب مصر مدرب جيد جدا ولو مسيرة جيدة جدا في فترة قليلة جدا ليه بقى اسم حسن مصطفى مايتحطش مع منتخب مصر هو انا اقول له حضرتك الحاجة انا كنت لسه يعني برضو كنت مرتبط مع كابتن حسن حسن يعني كنت لسه ما الامور ما فصلناش وكده انا برضو كنت مع مدرب كبير كابتن حسن وكابتن إبراهيم هو ممكن نقول بعد كده لو انا مثلا بس انا برضو بقول انا نفسي امسك فريق وربنا يكرمني واشتغل كويس وبعد كده الواحد نفسه يخدم منتخب مصر ده انا بتمنى يعني ان نفسي امسك اروح للمنتخب حتى لمساعد ثالث رابع اي حاجة يعني فانت بتتمنى لان برضو ده شرف كبير ليا ان انا مثل منتخبي زي وانا كنت لعيب وابقى مدرب وكده لان انت برضو بتحاول توصل للعيب اللي انت شفته يعني انت شفت ايه الضغط ايه لازم تبقى حسن اللي حسيت بيه بالمواقف اللي انت مريت بيها كلها فلازم بتوصلها للعيب طب بالمناسبة اخر جهاز مع كابتر حسام حسن هل انت مشتمر مع جهاز جديد لكابتر حسام حسن في المشتابة ولا انت قررت تبدأ تاخد خطوات فيها انك تبقى الرجل الاول ما هي دي بقى ان شاء الله بإذن الله يعني انا اتكلمت مع الكابتر كده ان انا اخد الخطوة دي ان انا ان شاء الله بإذن الله ربنا يكرمني وبقى الرجل الاول ان شاء الله بإذن الله يعني بدأت تشتغل على نفسها في قصة دي وتبدأ من تحت ولا انت بستني فرقة في الممتاز والله اللي هيجيل يعني بس فيه ناس يقولك يا لا انا مشتغلتش تحت وما بدأش من تحت انا عايز اخش على الممتاز على طول ما افرد انا ما جاليش لان بس ما هي هي النقطة ايه انت الناس برضو ممكن فيه ناس تعمل رزق ويقولك طب هات حسن مصطفى في الدور الممتازة نشوفه وفيه ناس تانية يقولك لا احنا ما شفناش ده راجل بالنسبانا ثالث فهي دي النقطة لو رئيس نادي عنده ثقة في الله ثم في العبد في حسن مصطفى فما يعمل كده انت بقى شايف احسن لك ايه تبدأ من تحت وتعمل سمعة طيبة ولا تخش في ضغوط عطود دوري ممتاز والله انا شايف يعني برضو الدرجة التانية بتبقى اصعب شوية بس الواحد لو دخل الدور الممتاز بيبقى اسهل الدور الممتاز شغله احسن لان انت برضو في الدرجة التانية الملعب بتبقى كوي وحشة والكولات بتاع اللعب برضو بيبقى اقل شوية اقل بطبيعي ايه انت فاهم فانت بتتعب قوي قبل ما توصل المعلومة للعيب وينفزها لك لان خلي بالك اساسا اللعب في الدور المصري في لعيبة بتنفز ربع ساعة نص ساعة بالكتير وبعد كده تلعب بالنفسها تسرح مثلا في ناس كتير قوي بتسرح في اللعب في ناس كتير قوي بتنسى المتطلبات اللي المدرب عايزها منها عشان كده في ناس يعني كيروش قال لك في لعيبة مش عارفة تقف في لعيبة ما بتعرفش تباصي في لعيبة كذا الحاجات اللي هي في البدايات بتاعة الكور بالضبط وانت ايه؟ ده لعيبة منتخب مصر وليفل اعلى ليفل اه ده خلاص ده الاخصى الحاجة ده انت جبت انا بقى شوفه انت نازل هيحصل محمداً محمداً